قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العلي العظيم الله في القرآن الكريم يقول ألم يأني للذين آمنوا مو للناس أن تخشع قلوبهم لذكر الله الإيمان والمخزون الإيماني يحتاج إلى عملية تحويل عملية تحويل هذه العملية لاحظوا في الجسم طريقة الله الإنسان يجدها إحدى الطرق الجدا قريبة من الإنسان في الجسم سنريهم آياتنا آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أكو عملية في الجسم نتعلم من رب العالمين يسموها عملية الأيض سامعين أيضا يقولون أيضا أيضا يعني تكرارا هذه عملية اصطلاح هذا اصطلاح طبي يسموها عملية الأيض هذه أهم العمليات التي تحدث في كل ثانية في الجسم من أجل تحويل المواد الحيوية في الجسم إلى مادة دثور وتجدد هذا يسموه اقرأوا عن الأيض أيض يعني عملية تحويل الإنسان يمتلك مخزون من المادة الحيوية هذا المخزون من المادة الحيوية خطير جدا أهم عوامل الفتك بالإنسان هو هذا المخزون هذا المخزون لازم يتحول يتحول كيف عبر أمرين ركنين أساسيين هذان الركنان يسمى في هذه العملية تسمى الأيض عملية الأيض وخلاصة عملية الأيض يسموها الدثور والتجدد الاندثار والتجدد الهادم والبناء هذه يسموها عملية الأيض يعني المواد الحيوية بعضها تنحسر تحترق لتوليد طاقة في الجسم إما طاقة حرارية إذا الإنسان يتعرض إلى برد أو طاقة حركية إذا الإنسان يريد يمشي يريد يركض يريد ينهض يريد يقوم يجلس هذه طاقة حركية وبعضها تتحول هذه المواد الحيوية إلى أنسجة إلى تغذية للأنسجة تغذية للخلايا هذه يسموها عملية الأيض هذه العمليات من أهم العمليات في الجسم المخزون الإيماني هكذا المخزون الإيماني يحتاج إلى عملية أيض هذا المخزون هذا حساب البنكي يحتاج إلى عملية أيض دثور وتجدد تنحسر عنا ساعات شهر رمضان هذه الساعات التي قضيناها في الدعاء هذه البركات تنحسر لماذا؟ لكي تتجدد المخزون يتجدد تنحسر ساعات السهر في ليالي شهر رمضان أيام شهر رمضان لازم يحدث انحسار اندثار انسحاب لكي يسمو الإنسان هذا المخزون يحتاج إلى عملية جدا ضرورية الانسان يخرج من شهر رمضان من هذه العبادة والتوفيقات الإلهية بقرار هذه أنزل مراتب الأيض في المخزون الإيماني الانسان يقرر أخلاق يا تيسا صلح أخلاق هذا الإيمان هذا المخزون الإيماني يحوله مثل في الجسم شلون الله تبارك وتعالى نظام عملية الجسم جعلها تحويل تحويل يتحول إحنا عندنا قوائم إيمانية هذه القوائم الإيمانية تحتاج إلى تغذية فلازم هذه العبادات هذه الممارسات العبادية الشعائرية شعائر هذه كانت الصوم شعار الحج شعار هذه العبادات تتحول إلى تغذية تغذية القيم الموجودة في الإنسان تغذية تغذية الأخلاقيات الموجودة في الإنسان الإنسان صفحة رحمة تواضعة حلمة هذا يحتاج إلى تغذية فلازم هذه الصلوات وهذه العبادات جزء منها نحرقها لتكوين وتقويم وتعظيم وإقامة الأخلاقيات في الإنسان هذا هذا أندى هذا أوطأ أقل درجة للأيض في الإنسان ثلاث درجات الدرجة الأقل الأنزل هي أن يتحول السلوك الإيماني في شهر رمضان إلى سلوك أخلاقي من سلوك إلى سلوك هذا أبسط درجة هذا أقل شيء اللي هم يفيدها هذا قليل جدا قليل يحول الإنسان هذه العبادة السلوكية في شهر رمضان إلى عبادة أخلاقية في بعد شهر رمضان يتواضع أكثر يحلم أكثر يستعمل الحلم أكثر يستعمل التواضع يستعمل العافو يستعمل غض الضرف أكثر هذا أيض هذا جدا مهم وأرفع من هذه الدرجة درجتان فالأيض تدرون المواد الحيوية تتحول إلى بوتاسيوم وكاليسيوم وما أدري حديد ومواد حيوية بعضها هذه المواد تتحول إلى هرمونات الهرمونات لها تأثير رهيب في إدارة الجسم أهم من الحديد والبوتاسيوم هذه المواد أرفع هناك درجتان الدرجة الوسطى هي درجة القلب خشوع القلب والدرجة العليا هي الدرجة الإيمانية العليا هي درجة الفكر المعرفة التأكيد في الروايات على المعرفة هاتان درجتان أرفع من درجة الأخلاقيات القرآن الكريم يحرض الإنسان تحريض آية عجيبة هذه سورة الحديد آية 16 ألم يأني للذين آمنوا للذين آمنوا عندك إيمان هذا الإيمان ما وصل وقت أن تحوله تحوله هذا الإيمان إلى درجات إيمانية مختلفة سلوك إيماني مختلف هذه العبادات هذه الممارسات ما وصل وقتها شوفوا تقريع هذا هذا استفهام استنكاري ليش المؤمن ما في عنده هجي حالة أن يحول الإيمان هذا التحويل ليش ما موجود الله تبارك وتعالى في هذه الآية يحرض الإنسان يقرعه يأنذبه ألم يأني ما وصل وقت متى يوصل الوقت كل دقيقة تتأخر هذه العملية عملية الإيمانية في الجانب الإيماني الفتك في الجسم يكون الإنسان لما منسوب السكر يصعد في بدنه في كل الأوعية الدموية يحصل فتك لازم يصير تكرير لازم يحترق هذا السكر اللي مادة حيوية جدا المخ يتغذى خلايا الجسم تتغذى عليه هذا من أهم عوامل الفتك في الإنسان السكر لازم يصير تكرير هذا التراكم الموجود في الكبد لازم يتحول إلى طاقة الله تبارك وتعالى ما يتحدث عن هذا المستوى الداني جدا سلوك يتحول إلى سلوك ما يفيد ولو هو أفضل أحسن يتحدث أن تخشع قلوبهم القلب النية الإنسان لازم يغير نيته القلب جدا مهم إنسان نيته نيته جدا مهم على مبنيت أمرك الإنسان شنو ينوي من وراء أعماله هذا جدا جدا مهم القلب أهم شي إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم السلوك ولو مهمها في عملية الأيض ولكن أهم من ذلك أن تخشع قلوبه لذكر الله وما نزل من الحق هذا شوفوا فكر الحق شنو الحق ما هو الحق حقيقة هذه جدا جدا مهمة هذا جدا خطير الله تبارك وتعالى يتعرض لهذه الخطورة وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ اليهود شنوه الله يصفهم بصفتين فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدِ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ عشر تيام موسى تأخر طال عليهم الأمد شوفوا التفاسير المدة كانت ووعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بعشر طال عليهم الأمد عشر تيام سبعين ألف من بني إسرائيل عبد والعجل الله يستر علينا الله يستر علينا الإنسان إذا ما حول هذه المفاهيم الإيمانية هذه العبادة إلى فكر خطير الوضع جداً خطير الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين يشيل السيف ماله يقول طالما والله تعبير رهيب طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله سيف الزبير شنو صار شنو صار والله العضي قضية خطيرة هم جيناته جينات آباء رسول الله هذا الزبير ابن عمة رسول الله يعني يده يصير يد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعدين السلوك هم كان عنده السلوك كان عنده طالما طالما رسول أمير المؤمن يزكي كشف الكرب عن وجه رسول الله سلوك كان عنده سلوك إيماني الرئيم يدافع يكشف الكرب عن رسول الله مو بس يدافع ولكن وين وصلت حالته يقرأ التاريخ حقيقة تاريخ جدا مرعب هذا شهر رمضان مخزونة هائل يقدر الإنسان يحول بس لازم الإنسان يبني على هذا التحويل تحويل يحتاج أيض لازم ينحسر عن العبادة شيئا ما يندثر عنده السلوك العبادي شوية يندثر شوية يقعد يفكر يقرر هذا القرار الأساسي